أهلا بكم جديد مشاهدين الحديث أكثر عن الأسواق الخليجية ينظم معنا عبر الأقمار الصناعية من دبي المحلل المالي الأستاذ علي الحمودي أهلا وسهلا بك أستاذ علي تواصل بورصة دبي الارتفاع لثلاث جلسات متتالية وذلك بعد حالة الترقب كما تعلم لقرار الفيدرالي الأمريكي والذي اتجه إلى رفع أسعار الفائدة كيف تقرأ أداء بورصة دبي خلال الجلسات الماضية يعني رأيناها في على الأقل النبر الإيجابية متواجدة بعض الشيء ولو السيولة بعدها خفيفة اليوم رأينا السيولة ترتفع عن ما كانت عليه في الجلسات السابقة وهذا شيء جيد لا تنسي نحن نقترب ربما من آخر جلسة لدينا جلسة أخرى لأحد لشهر سبتمبر ومن ثم الربع الثالث من هذا العام والأسواق والمستثمرين في انتظار أيضا الإفصاحات عن النتائج للشركات القيادية إذا كان في بورصة دبي أو أبوظبي نعم دعنا نتحدث عن القطاع البنكي تحديدا كيف تقرأ حركة هذا القطاع بعد قرار الفيدرالي الأمريكي والذي تصدر قادة البورصة للارتفاعات في الجلسة الماضية؟ بالتأكيد وهذا كان متوقع هذا يرفع حوامش البنوك لتحقيق أرباح بعد سنين طويلة من تدني أسعار الفائدة خاصة على الإداعات سيعطيها دافع حتى رفع الفائدة على الإداعات لجلب رؤوس أموال ربما جديدة لهذه المصارفة من المتوقع أن القطاع المصرفي يستمر في تحسنه ناهيكي عن الأخبار التي عن ربما اندماجات لأيضا بنوك مصرفية في الإمارات لاحقا هذا العام ربما نسمع المزيد من التفاصيل أو بداية العام المقبل هذه كلها دوافع إيجابية لهذا القطاع يبقى الضغط طبعا برفع الفائدة على القطاع العقاري نعم فيما يعني عدى الأسواق الإماراتية دعنا نتحدث بنظرة أشمل عن الأسواق الخليجية بشكل عام كيف سيكون أداء البورصات الخليجية في ظل هذه الحالة الترقب للنتائج المالية للربع الثالث يعني من المتوقع إذا كانت كالمتوقع أو أحسن من المتوقع سوف تعطي هذا الدافع ربما نرى عودة للسولة والثقة المستثمرين خاصة أنا أتكلم دائما عن مستثمر متوسط إلى طويل الأمد ولا أتكلم على المضارب الذي ينظر إلى تحقيق ربح يومي لأن خاصة مع استمرار تحسن أسعار النفط والمحافظة على هذه المستويات فوق الـ 70 دولار والآن برند فوق الـ 80 دولار هذا سيعطي أيضا لو تكلمنا عن السياسة المالية لدول الخليجي العربي ممكن أن تستمر في الاتساع والتحفيز فهذا سيكون دافع جيد للاقتصاد عموما ومن ثم يصب بظلاله على نفسية المستثمرين إذا كان محليين أو أجانب لو تكلمنا عن الأسواق المفتوحة للمستثمرين الأجانب نعم إذن ارتفاعات أسعار النفط والتي سجلت أعلى مستوى لها في أربع سنوات يعني هل انعكس بشكل مباشر وجيد على الأسواق الخليجية يعني لم نلحظ ذلك التأثير القوي على أداء الأسواق الخليجية بشكل إيجابي صح يعني خاصة كلامك صحيح وخاصة في الأسواق الإماراتية لو تكلمنا عنها يعني احنا على المستويات التي نحن عليها الآن في سوق دبي مثلا تقريبا نفس المستويات التي كنا عليها ب2016 عندما كان برميل النفط فوق 30 دولار فهذا معناته نعم استمرار أسعار النفط في المحافظة على ما هي عليه هو الدافع إيجابي ولكن أيضا معناته أنه ربما فك الارتباط ما بين أسعار النفط ونظر المستثمرين وهذا يمكن أيضا يدي دلال على النضج المستثمرين تركيز المستثمرين على أساسيات الشركات وتحقيق العوائد ومكرارات الربحية ينظر إليها على حدة وأيضا في انتظار ربما التحفيز المالي من الحكومات ليعطي المستثمرين أيضا دافع لدخول الأسواق وهذا ما سوف تفعله أنا في نظري استمرار أسعار النفط على المحافظة على هذه المستويات هي نرى المزيد من التحفيزات من قبل صناع السياسة المالية في دول الخليج نعم أستاذ علي بالحديث كذلك عن الأسواق الإماراتية برأيك أيهما أكثر استقرارا وثباتا خلال هذه الفترة سوق دبي أم سوق أبوظبي حقيقة سوق أبوظبي رأينا ارتفاعات جيدة فيه وربما نسبة التفاؤل في سوق أبوظبي أكبر بعض الشيء من دبي دبي ما زالت تتأمل عودة السيولة الجيدة مرة أخرى وأيضا تحسن القطاع العقاري الذي يشكل ثق الكبير على هذا المؤشر عندنا طبعا الأسبوع القادم سيتيسكيب جلوبل في دبي من المتوقع أن نسمع من كبرى الشركات إذا كانوا في أبوظبي أو في دبي عن مشاريعهم الجديدة قد يعطي هذا دافع إيجابي لهذا القطاع في المؤشرين نعم ذكرت قبل قليل بأن السيولة عادت لانتعاش من جديد وللارتفاعات مجددا ما الأسباب برأيك التي أدت إلى ذلك وهل ستستمر على هذه الوتيرة خلال الجلسات القادمة يعني نتأمل أنها تستمر طبعا أنا قلت أنها تحسنت عن ما كانت عليه في سبق هي ما زالت متدنية لو قررناها بما كانت عليه منذ عام ولكن هذا ما نريد أن نراه هو تحسن تدريجي لعودة السيولة وهذا معناه أنه كثقة من المستثمرين وخاصة مستثمرين المؤسسات الذين يدخلون السوق في نظرة متوسطة إلى طويلة الأمد وليس نظرة تضاربية قصيرة الأمد هذا ما يحتاجه السوق فعودة المستثمرين من المؤسسات نتأمل أن نراه بتحسن النظرة المتطلعة طبعا هناك أشياء أو عوامل ليست تحت سيطرة دول الخليج ما نتكلم عنه هو التوتر التجاري ما بين أكبر اقتصادين في العالم الولايات المتحدة والصين بالتأكيد هذا إذا تفاقمت سوف يلقي بظلاله السلبية على الأسواق المحلية نعم أستاذ علي فيما عدا العوامل الأسواق النفطية وأثرها على الأسواق الإماراتية هل هناك عوامل أخرى قد تهبط بأداء المؤشرات الإماراتية أو تصعد بها خلال المدى القريب يعني كما ذكرت أكمل من حيث انتهيت العوامل أو التوترات التجارية بالتأكيد سوف تلقي بظلالها إذا اتسعد لأن دبي أو الإمارات أصبحت جزء مهم من السيبلاي شين للتجارة العالمية إذا كان موانع دبي أو الكزاد في أبوظبي مهم جدا في السيبلاي شين العالمي وأيضا إذا استمر الدولار بالارتفاع أيضا هذا في صدده أن يظور في كذا قطاع في الإمارات وحتى في الخليجي إذا تكلمنا عن قطاع السياحة تصبح مكلفة للسائح الأوروبي وغيرها الأسيوي إذا استمر الدولار بالارتفاع وإذا أيضا استمرت أسعار النفط بالارتفاع فوق الثمانين دولار والتسعين دولار ربما نرى أيضا كلفة أو زيادة في كلفة الترانسبورتيشن يعني السفر ممكن أيضا أن يتأثر كل الشكر لك من دبي المحلل المالي الأستاذ علي الحمودي